تنفيذا لتوجهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعا بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة جراء الأوضاع الإنسانية التي يعانون منها في ظل الحرب الدائرة في غزة وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حامد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وإشؤون الشباب أرسلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية الوطنية لغاثة الشعب الفلسطيني في غزة الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية تحتوي على مواد طبية وإغاثية وغذائية وثمن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة مبادرات جلالة الملك الإنسانية ومد يد العون لمساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين في مختلف بقاع العالم مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مثمنا جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قيادة العمل الإنسانية الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة وبينا الدكتور مصطفى السيد بأن هذه الشحنة تأتي استمرارا للجهود الإنسانية البحرينية بتقديم العون لمساعدة الأشقاء في غزة وتعتبر الشحنة الثانية التي يتم إرسالها خلال أقل من أسبوع واحد ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لدعم الأشقاء الفلسطينيين مؤكدا مواصلة العمل على مد يد العوني ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف التي يمرون بها هذا وتم عقد اجتماع عمل لمناقشة الخطوات التنموية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بعد مرحلة إرسال الشحنات تم خلاله مناقشة عدة أفكار تنمويات تساهم في دعم مجالات الصحة والتعليم والأمور المعيشية حيث ناقشت اللجنة بناء مستشفى ميداني ومجمعا سكنيا نحن جايين نتفقد الشحنة الثانية التي تذهب للأشقاء في غزة ضمن سلسلة من المساعدات المتواصلة إن شاء الله لأشقاءنا ونخلي الجمهور البحريني الكريم في الصورة بعمل اللجنة اللي أعطاهم يعني الشعور بالاطمئنان وأيضا نوصل رسالة للأشقاء في غزة إن نحن معاهم وللعالم بأن البحرين الصغيرة بمواردها كبيرها برجالها واقبة مع الشعب هذه الشحنة يمكن تكون إغاثية أكبر تحتوي على حوالي 45 طن منها 5 إلى 7 طن من الأدوية وهذه عبارة عن أدوية تكميلية للشحنة السابقة اليومين مع الهلال الأحمر المصري طبعا رتبنا الأمور لعملية كيف نساعدهم مع التنسيق مع الهلال الفلسطيني اللجنة طبعا أعضاءها ما شاء الله على تواصل مستمر لمتابعة الشحنات سواء الشحنة السابقة أو هذه الشحنة ماذا تحتوي شنو الأشياء المستلزمات الأساسية اللي هي في الوقت الآن